أشن هم الموانع و ابن العكوسات الموانع هما دلك тел 누구 يتسمى الى زوبستاكل واحد الباب مغلق كيتباليك أمامك و ابن الطريق مغلقا هدا المعنع أما العكوسات هي اخطر من الموانع العكوسات bleach القدام وال عنهم يشارك النور إذا انت منزيل القدام مجهوده و او يعاوى يخوي بك تسمى العكوسات. الموانع صعيبة و العكوسات اصعب منها و بيقع العكوسات والموانع العكوسات والموانع وهذه العكوسات والموانع أشكال وأجوا كان العكوسات الإنسان من نفسه لما قال إن الله عز وجل قل هو من عندي أنفسكم هذا النوع الأول كان هو عند العكوسات ومانع من نفسه وكان هذا الأول من نفسه كان الصحاباء وقعوا في مشاكل وقالوا يا رأس سبح الله وقالت إن عكوسات كان يولني نارا من عندكم الصحابة انهازموا في احدى الغزوات قال لهم انتم ما من عندكم لما قال الله عز وجل اولا ما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم كذلك هناك الصحابة رضي الله عنهم وهم جيل قرآني فريد وقعوا في اخطاء وحد الوقت سدث عليهم الابواب وانهازموا في الحرب ولمونة قليلة وجاتهم المصائب وقالوا هاتش من جانا وسبنا النبي كيبغي ارطب لهم الاخواطر ديالهم فجاء الوحي من السماء يقل لهم اولما اصابتكم مصيبة قلتم ان هذا اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم اي واحد فينا شعر بالمونع كثير يسوي النفسه يكمان عند التفرط التفرط النفسي منك يجينا يقدر كل واحد مثلا منا درشي خطيئة مدشنا فاول متهم اتهمه الى كتعوكسة وموانع كان يبدأ بنفسي اولا كان يقول لعلي انا درشي خطيئة ربما انني لم احافظ على الصلاة ربما انني لم اصل رحمي ربما انني لم اغض بصري ربما فعلت كذا فاول متهم ابدأ به هو نفسي لعلي انا الذي هنافت الحلاء كان يبدأ بالاستغفار باش نحييد الموانع كان استغفر الله استغفر الله واتوب اليه يا سبحان الله نخبركم ايولا حب الكرام بان تسعود تسعين في المية من الموانع العقسات سببها النفس قل هكذا استغفر وربي غادي حييد لي كنو اخر دل الموانع وهو ان الانسان متبوع هو متبوع را هو غادي را هو انجح را هو شراء شراء البهيم را هو كيف اللح را هو شو شو الصحة اللي عنده را فيندير الله يحفظ هذا كنتسمى متبوع وهذا المتبوع كان التابع ذي البشر والتابع ذي الأرواح الخبيثة التابعة التابعة جاءت للسنة النبوية هي أرواح خبيثة ترافق الإنسان كتجي الأطفال الصغار كتسمى أم الصبيان لما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي أراد أن يأتي زوجته وقال كذا وكذا لم تبسه أم الصيبيان يعني هذه تابعة خاصة بالأطفال وكنا تابعة لخاصة بالناس عموما كتبعك ما تخليك في محطة الدك تزلقك هي تابعة روح خبيطة هنا كتكون في حال بغطط كتجيك بغطط بالليل وبالنهار كتكون تابعة أنت غالي وتابعك واحد الغمامة سوداء كتبعك يا بشي بنت جميلة جميلة وبنت هائلة وما مزوجاش أو وش رجل المقاشك يشوفوا راك يشوفوا ولكن هي ما كتبانش كتسمى غير منظورة هي غير منظورة هي غالي فطرق راكتباليك لبسا مزيان ماكياج لباس رونق ولكن تبعها غمامة سوداء اللي كيقرب منها كتبالي غاليك الغمامة السوداء في عينه تقشعر منها العيون وينصارف هذه كتسمى مسكينة غير منظورة ما كتشافش عندها تابعة وكنت تبع في الرزق والعيد بالله كتلقى ذاك الرزق فيه البوار كما هناك البوار في الزواج كيل البوار في الرزق إنسان كيدير واحد محل تجاري كيشرب التمن وكيعمروا بسلعاو وكيتسنى لكليون يدخلوا واحدة واحد ما كيجيل عنده وواحدة عنده فراشة في الباب تبارك الله مدووز الخير مع راسه والاخر عنده تابعة فلعة تبادل هكذا هذه التابعة كتكون أمور خارجية ها التابعة عكسات ضدها ما هو كيل القابول الضد يتابعة كيلي بمتبوع ومعكس وضده كيلي عنده القابول شنو القابول لإنسان فيه ممشى يلقى لأبو مفتوحة هذك عنده القابول ما قارية ما سامع ومجميلش والخطة معليها مزحمين مضاربين واحد الإنسان عنده واحد البضاعة على قد الحال او دغيال كليا خاضوها واقس على ذا واحد الإنسان قرأ واحد القرية على قد الحال او دغيال قد الوظيفة واحد أخر مسكين قرأ أحسن قريات طايران ودردي ديبلوم واقفة ما مخدامش واحد أخر قرأ غير شي باركة قليلة على قد الحال قرأ هاب العربية وقرأ شي قرأ لأقل الحال او داز مع الفرقة الناجية كيتسمى عنده القابول وكل اللي عنده كتر من القابول وهو عنده الحظ السعيد هذا مقام رفيع الحظ السعيد هذك اللي عنده الحظ السعيد مايتسمناش يديد الحاجة الحاجة كتجيل عنده هذك الدخل في واحد النطاق أن الرزق نوعين رزق تأتي إليه ورزق يأتي إليك صاحب الحظ السعيد هو هاجلس وتجبى إليه الخيرات من كل مكان تجبى إليه الخيرات هذا كان عند السيدة مريم عليها السلام كلما دخل عليها زكرياء المحرب وجد عندها رزقها قال يا مريم لن لك هذا قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هذا الحظ السعيد ما تقلب على خدمة جيل عندك ما تقلب على الرزق جيل عندك ما تقلب على أزواج أزواج جيل عندك ما تقلب على شيء مسؤول كبير يوقف معك المسؤول الكبير هو جيل عندك كل شيء يسويه رب العالمين أشنا بهذاك تسمى الحظ السعيد اللي تكلم عليه الله تعالى وقال لك وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم سيسعيد يبدو بأن الكلام اللي قلت ديال الجن ربما المنطقة عندكم فيها فيها الفلاحة فيها البحيم وقلت بأنك الجن تنمى أي نعم الجن كيد دخل بقوة واللي كينكر الجن نقول يا رب تحفظوا وتحمهم الجن لأنني نبعيني هاتين العينين التي سوف يأكلهم الدود رأيت أناس مصابين بداء الجن وجلست معهم وحاورت هؤلاء الجن أشكال وألوان ملوك الجن بني الأزرق وبني الأحمر وبني الأصفر ومن يطير بجناحين ومن يسحف على بطنه ومن يشير على أربع ومن يتخذ صفة حية وعقرب ومن يأخذ صفة تنمين مشاكل وغرائب وكطة وكلاب وغيرها والعياد بالله يعني الذي لا ينكر يكون شاف ذاك شيوعس به وشاف الناس اللي معدبين به وكله هو عقلاني جدا لا يؤمنوا به كي يقول لك خرافات كان قول له أخليك أخوي عقلاني الله يحميك من الجن الله يبع عدم عليك من زين أخليك هكذا كان دخلت لك العالم مخيف ومرعب والناس بساكل لك يعاني منه راح عذاب عذاب أليم كان طلب ربي يا ربي وحد الناس كان نستحضرهم دابع فيهم وحد الجن غريب فيهم تنين وعقارب وأفاعي هو كيتمثل خصا النساء نساء الله يحفظ هذا الجن كيقدر يمشي لشي مكان وكيدليه البوار كيكون جني كيكون مرصوب عن طريق السحر هو مصيف طينه عن طريق السحر ولكن كيكون هو معتدي كيدخل لواحد المنطقة وكيدليك البلوكاج البلوكاج حنا الناس كيتكلموا عن البلوكاج الحكومي كان بلوكاجات كثيرة بلوكاج في التجارة بلوكاج في النجاح بلوكاج في الزواج بلوكاج في بزارة دي الأشياء وكيكون هات الهن مرسول مخدوم كيتم خادم هناك خدام مرة طلقت مع واحد من الهن اسمه حمودة كان شاتف واحد واحد السيدة ومن اللي بيخرج منها قال لي أنا نخدم معك كي أعود بالله منك ربنا عز وجل على كل شيء قدير أخرج عدو الله كين بعض الناس كيغريهم وكيخدم وكيعود كي يصرفه لقضاء أشياء وذلك كفر بوح كما قال الله تعالى وما لهم في الآخرة من نصيب وما لهم في الآخرة من خلاق ما عنده لا نصيب ولا خلاق لكي تعمل بهذا الشيء هذا كين موجود كين اللي كيكون مرسول لك من أن تلك سحر وكين اللي كيكون هوا معتدي إن واحد الجين غاو بقي يتعدى إجا عندك للدار وإجا عندك للخدمة وإجا عندك للحقل وإجا عندك للزريبة وإجا عندك للمحل تجاري ويخربق لك كل شيء هذا ظالم معتدي حدوك لك لوشاغ اللي كي دخلو يسلقو من البشر كذلك من عالم الجين يباش نقضع عليه بالتحصين فقط التحصين عندي واحد المحل بيت ولا محل تجاري ولا أرض فلاحية ولا أرض عقارية وكان حسبي هذه العكوسات أشغن دير سهلا مهلا غن ناخد إناء دير المع استعد دير المع وغنقرأ فيه كلام الله غن دير فيه الآذان أولا ثم إقامة الصلاة ثم أقرأ فيه الآيات اللي هي فيها البركة آيات البركة كثيرة أوائل البقراء خواتم بقراء آيات الكرسي الخواتم الحشر أوائل سورة الجن سورة البروج سورة الطارق سورة الليل وغيرها من السور الأخرى الضحى الشرح الكوتر النصر كل هذه الصور فيها دلالات قوية هذا الماء والإخلاص والمعودة طبعا والفاتحة وغيرها غن ناخد هذا الماء وغن نرش به المكان نقول بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر وكان نرش هذا المكان في الحدود دياله الأرواح الخبيطة ملكة ترش هذا الماء ربح لك دي الرجم اشتي رمي الجمارات في الحج لما يرمون الجمارات العقبة الصغرى والوسطى والكبرى هكذا لما يكون واحد المحل اللي فيه أرواح خبيطة كان نستعمل هذا الماء وكان نرش به الأركان ديالبيت والأركان دياللمحل وكان نقول بسم الله الله أكبر وله كان هناك جين حقيقي شكوم أو حسيت به كان نقول واحد الكلمة قرآنية خطيرة وكان نقول بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد الله أكبر كالرش كافها يا عين صاد الله أكبر كالرش كافها يا عين صاد الله أكبر هذاك الأرواح الخبيطة كترجمها كتضرب ضربة قاسية كتشيش نبع عينينا ما شيش واحد قالوا لنا وكيخرج ذلك شي سبحان الله العظيم وكتطهر ثم بعد ذلك هذاك الإنسان اللي هو عنده هذه الإصابة كيتصدق بماله على الفقراء والمساكين كتبشي عند الفقراء لأن كل صداقة من اللي كتدير أي عمل إما دعاء كتدعي الله تعالى وكتبعه بالصداقة أو كتدير رقية وكتبعها بالصداقة كتبتها علش صداقة هل نقدر نكون لك الدعاء ديالي عنده موانع الموانع ديالي الدعاء كتير نكون واكل الحرام دعاء موقوف قاطع للرحيم دعاء موقوف في نفس كبريا دعاء موقوف وخمقنعين قنطنن في الكلام موقوف لكن حينما أتصدق نقرن دعاء ديالي بالصداقة ربي عز وجلال الصداقة كدهو الكدوز كدخل الدعاء يصعد يصعد إلى السماوات العلا وكذلك الرقية ملكم ديالرقية لواحد الإنسان مريض كان قال القرآن الكريم كلام الله تعالى لما قرأ له وما أسمزم لما شرب له كان عاود نتبت هذه الرقية بصداقة كان مش نتصدق على الفقراء ولمساكين نقلب عليهم ندخل السرور والفرحة على قلوبهم وربك هذه الساعة كدخل على قلبي أيضا السرور والفرحة والحبور ونكن كنت هميت